أسهل بأننا سنتغلب على كل هذه التحديات لاستيناف الحياة الطبيعية وسنواصل العمل بحيوية لحلل المشكلات التي تواجهها روسيا في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين كنوا عام وأنتم بخير وهنئكم بحلول عام 2021 الجديد الشتاء فترة صعبة ولم تنتهي هذه الفترة صعبة حتى الآن أظن أني لا أبالغ عندما أقول لم يحتس قط على مدى الخمسة عشر عام الماضية أن كان العمل منصر بهذا القدر من الثقل ولم يحتس قط رغم كل المخاوف وبعض الشكوك أن كان تطلعنا إلى العام الجديد بهذا القدر من الأمل تمنيات الخاص للجميع بالصحة وأمالنا في عام 2021 كبير نعم وسأقول من قدراتنا على مواجهة كل تحديات في عام 2021 فيما يتعلق بصيحة والاقتصاد والاجتماع والإرحاب ومأسمة المناخ الأشخاص الأولى من العام الجديد ستكون صعبة حتى أرابيها على الأقل ستسمير تأثيرات سلبية الحيلة لإنجايها على حياتنا بدأنا أعمال التطعيم على الصعيد الوطني وسيتم تطعيم كل أمريكي حيث سيكون إنهاء تفشي فيروس كورونا الجديد أحد أبرز الإنجازات التي ستتحقق في تاريخ التكنولوجيا والصناعة والطب إضافة إلى ذلك ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطاباً بمناسبة السنة الجديدة دعا فيه المجتمع الدولي إلى التضامن والعيش المنسجم لمواجهة الأزمة والصعوبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا الجديد وأن نجعل عام 2021 عاماً للشفاء